نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2024 تحت عنوان فضى مصر تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة وذلك بحضور كافة فئات وطوائف المجتمع وصلت وزارة الداخلية احتفالاتها بعيد الشرطة 72 حيث نظمت معرض عيد الشرطة 2024 تحت عنوان فضى مصر والذي شهد مشاركة واسعة من كل فئات وطوائف المجتمع المصري من منطلق ان عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين وهو فرصة لاظهار المجتمع تقديره للشرطة وجهودها الامنية احنا النصر وعشنا رجال وولد نصر وولد نصر عاش ويدح عشان هجيا قول كل سنة واحنا طيبين وربنا يعيد الاحتفالات على مصر بكل خير وسلام ورفاهية الداخلية اليوم تجمع كل طوائف الشعب تحت مسمى واحد ألا وهو محبة الأوطان احنا بنشكر الوزارة على جهودها لخدمة الشرطة والعاقة وجهازية أفراد الشرطة كل وقت على مدى 24 ساعة بسعد جدا بوجودي في هذه الاحتفالية لحتى نرى الجهود المبدولة من قبل الشرطة المصرية شاركت في الاحتفالية فرق موسيقات الشرطة بمعزفاتها الوطنية كما تم تقديم عروضا متنوعة للخيالة التي أظهرت مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد وقدمت الإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة بعضا من البيانات العملية لمشاركاتها في المداهمات الأمنية شكروا مع المجهود الكبير الذي عملينه لأمن واستقرار مصر كان يمحلوا أول نهاردة وأنا ببسطة قوي قوي أنا بحب مصر وبحب الشرطة عشان هما بيحمونا والنهاردة لما شفت الزبيطات اتمنيت لهم أكبر بزيهم عشان أحمي البلد احنا النصر احنا النصر وعشنا رجال وولد نصر وولد نصر عاشوا يضحوا عشان هكيال وعشان نصر وعشان نصر كل حياتنا دفع وردال شارك في المعرض كافة قطاعات وزارة الداخلية بمعداتها وأدواتها الحديثة المستخدمة في آداء المهام الأمنية المتنوعة والتي تؤاكد على حرص الوزارة على مواكبة تطورات الأمنية المعاصرة في كافة مجالات العمل الأمني سيارات الأحوال المدنية المتنقلة كانت حاضرة في المعرض والتي تؤاكد على مدى التطور في الخدمات الجماهيرية وكانت فرصة لبعض الحضور لاستخراج بطاقات الرقم القومي لقيت عربية الأحوال المدنية المتنقلة فعملت البطاقة في ثلث ساعة واستلمتها شوفنا تطوير كبير جدا في الأحوال المدنية وفي كل حاجة الشرطة بتحاول أنها توصل لنا كل الخدمات بطريقة سهلة تشهد وزارة الداخلية تطور ملحوظ في كافة خدمتها في قطاع المرور في الأحوال الشخصية وفي تعاون دايما كل هدفه هو خدمة الشعب المصري حبيب هذا طبعا بيحقق معنا الولاء والانتماء للوطن أن هم بيعرفوا قد إيشور تحريص على حمايتهم لمعدات تحفة التطور جميل التنظيم عالي جدا شاركت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في المعرض بمنتجاتها المتنوعة كما تم عرض منتجات قطاع الحماية المجتمعية وهي نتاج جهود النزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اللي أنا شايفة النهاردة ده يدل على التطور والتقدم في التكنولوجيا الحديثة بالنسبة لوزارة الداخلية أوجه كلمة للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذا الاحتفال الـ 72 لعيد الشرطة بكل سنة وحددتك طيب وكل سنة ومصر طيبة وبخير نحن نهاردة لمسنا بإيدينا وجود رجل شرطي عصري يليق بالجمهورية الجديدة أشكر وزارة الداخلية على الأمن والأمان اللي بيقدموا دينا وأنهم موجودين في كل حتة أوجه رسالة شكر للسيادة الرئيس ووزارة الداخلية اللي هم مخاففين على الأمن والأمان بتاع الدولة والهو كل يوم ويوم تطور مستمر تصابق الحضور للتقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة وكذا الآلات والمعدات لتسجيل هذه اللحظة المهمة من مشاركتهم الشرطة بعيدها مقدمين التهنئة لهم والإشادة بالتضحيات وبما تحقق من أمن واستقرار كل سنوات طيبين ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم شكراً لكم شكراً حماية الوطن أنا فخور أن أنا والدي الله يرحمه كان أحد رجال الشرطة قد إيه يعني الواحد وهو قاعد بيحس بالاطمئنان وأنه هو عايش في أمان واستقرار أكتر أنا مبسوط النهاردة عشان اللي أرود اللي أنا شفتها النهاردة خاصة عرض الخيالة وعرض الكلاب النهاردة شفت حاجات كتير حلوة وجميلة وتطوير جميل أنا مبسوط النهاردة كل سنة وإنتوا طيبين كل سنة وإنتوا طيبين وتحلى مصر معرض عيد الشرطة هو تأكيد على المشاركة المجتمعية في عيد الشرطة وفرصة لإظهار مدى التطور الذي تشهده كافة قطاعات وزارة الداخلية لتقديم خدمة أمنية وجماهرية أفضل للمواطنين مشاركة فاعلة من كافة فئات المجتمع الاحتفال بعيد الشرطة من خلال معرض عيد الشرطة الذي أقمته وزارة الداخلية والذي تهدف من ورائه إلى استعراض كافة المعدات والأدوات التي تستخدمها الشرطة في آداء المهام المكلة إليها بكل كفاءة وفاعلية فالشرطة المصرية لديها من القوة لتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون وهو ما تحرص عليه الوزارة وتستعرضه هنا في معرض عيد الشرطة عبدالله بركات التلفزيون المصري